شايف المصري محتاج ايه في يناير؟ محتاج ملكيز ايه؟ تدعمات يعني محتاج باكرويد محتاج ديفندر محتاج سرد باكين اه عدد وممكن فرود يعني خمس لعيبة او ربعة لعيبة ممكن يعني مع ان انا شايف برضو ان الحتة اللي قدام عند النادي المصري دي مميزة جدا عرفينه لعيب عجبني اوه في المصري؟ الياس اه براف عارك الياس كلاسي واحد من اللعيبة اللي بسميهم أندر ريدف مختلف اه لأ واندر ريدف في الدورة المصري محدش مش كتير حاسين به اه لأ لأ لا يعني طبعا جميل النادي المصري كلها متعشاء وانا عارف انا متكلم على المحاللين والمتابعين مش كتير ياخد باله ان الياس كلاسي الياس كلاسي واحد من اهم المحترفين اللي موجودين في الدورة المصري طبعا طبعا احسن صنع العفة مصر اه هو عنده ميزة هو بصير مش طبيعي ومختلف يعني لو شفت الجول التاني بتاع المطش اللي فات صح الباص اللي عمله مش اللعيب طبيعي يعني لازم يكون اللعيب مختلف صح اه ودايما انا بقول كده اللعيب المختلف ده اه حتى لو مش فايق سيبه لأن هيجي في وقت خلي بالك هو في المطش ما كانش فيه صح بس عمل الباس بقول فخلاص هو هكسبك صح وكان يعني كان ممكن ياخد رجل مباراة بس مؤثر في وقت في آخر كان فضل ست دقايق أو سبع دقايق فهو اللعيب المختلف كده أنا مع أني دايما اللعب اللي زي إلياس دي سيبها حتى لو مش مباراة فألعب على واحدة حد قالي بقى وإنت اشتغلت مع المصري في الجهاز الفانو اشتغلت أكيد مع إلياس حد قالي معلومة كنت مسأله على إلياس يعني حد من الناس اللي اشتغلوا في المصري بصراحة ترود العيد دا عظيم يعني مش أنا يعني طبعا المصري نادي كبير ورائع بس هو كمان ممكن يلعب بره يلعب في ورائع يعني لا يبتيد يعني قالي هو عنده حتة بدنية التسعين ديها بالنسبة له لا 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 هو يحسسك بكده لأنه هو عنده ريتم بطيء سنة لكن هو بدنيا جيد لا لا كويس بدليل إن خلي بالك قبل ما نجيب الجول هو عامل سبرينت بالكورة سبق الناس كلها هو عنده ريتم هو مش بطيء هو ريتمه في زي ريكلمي عبدالله سعيد ريكلمي لا أنا بستطيع لعبك ريكلمي كان كده طبعا كان عنده سنة تحسك هو مش بطيء بس هو ريتمه كده وساعات بينفع خلي بالك ساعات الريتم ده بينفع ساعات انت بتحتاجه ويمسي بكورة ساعات فأوقات بتاعه بس هو المهم أنه بصه سليم وتوقتاته كويسة فدي خلاص مش هيفري بقى